السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة على قناتكم بحبك بلادي مباريات منتخب سورية الودية هذا الملف إيه اللي حصل فيه بالزبط ويطار المنتخب السوري هيلعب مباريات ودية ولا لأ وكام عدد المباريات دي تحديدا وإن أنتوا أكيد عارفين أن مباراة إيران المقبلة بالنسبة للمنتخب السوري الأول للرجال هي مباراة مصيرية لو المنتخب السوري فاز في مباراة إيران بهدف وحيد حتى هو كده قطع ربع الطريق أمامه للوصول إلى كأس العالم تحديدا وإن أنتوا عارفين أن التصفيات بنظام الذهاب والعودة فأنت لو غلبت إيران على أرضها يعني إن شاء الله ممكن كمان تغلبها في العودة على أرضك اللي هي الأردن الأرض الافتراضية للمنتخب السوري كده أنت يعني عملت كل حاجة في الكورة فوز كمان على كوريا الجنوبية أنت كده خلاص حسمت الأمور تحديدا وإن أنا اتكلمت معاكم إن إحصائيا أن المنتخب السوري يحتاج إلى الفوز فيه خمس مباريات من كل مباريات التصفيات لو فاز المنتخب السوري في أول خمس مباريات هو بنسبة تتخطى التسعة وتسعين في المية تأهل إلى كأس العالم المباريات الودية تكلمت معاكم قبل كده إن المنتخب السوري والاتحاد السوري لكورة القدم أرسل دعوة رسمية لكل من أزربيجان وأوزباكستان وأرمينيا طبعا ده غير المباريات الودية اللي ما بين المنتخب السوري الأول ومنتخب السوري الأولمبي دي مناش دعو بي مش تكلم فيها لأن أنا ما بتعاملش معها أصلا إن هي مباريات ودية لا أنا شايفها إن هي مباريات تدريبية أكتر منها ودية الآن واليوم جاء الرد الرسمي ونقلا عن أخي وصديقي ألغالي ناصر بكار وعن شبكة جلوبال سبورت الإعلامية منتخب أزربيجان أرسل اعتذارا رسميا للاتحاد السوري لكرة القدم واعتذر عن خوض مباريات دية أمام المنتخب السوري المنتخب الأرميني يمكن ده أمر مفاجئ أرسل اعتذار وقال أنه غير مستعد لخوض مباريات دية أمام المنتخب السوري هو ليس في جاهزية جيدة بالنص كده أما المنتخب الأسباكي فلم يرسل خطابا ولا بالإجاب ولا بالقبول وبالتالي هو يعني غير موافق على لعب مباراة دية والحقيقة أن اللي متابع منكم يجد أني بسبب التحضير المتأخر للمنتخب السوري وبسبب الفترة الطويلة من التحضير الوهمي مع الكابت النبي المعلول فأتينا متأخرا وأصبح الخيارات المتاحة لدينا للعب مباريات دية خيارات قليلة ولكن لعله خير محدش عارف الخير فين السيد حاتم الغايب قبل قليل أعلن بشكل رسمي أن المنتخب السوري سيخوض مباراة دية وحيدة قبل مباراة إيران مباراة دية وحيدة مباراة وحيدة فقط الكابت النظار المحروس جاءته عدد من الدعوات والاتحاد السوري لكرة القدم جاءته عدد من الدعوات من أندية خارجية كبيرة سواء أندية عربية أو أوروبية ولكن الاتحاد السوري لكرة القدم والكابت النظار المحروس رفض أنه يلعب مباراة دية مع أي نادي من الأندية الكبيرة أنا ما عنديش معلومة هي أي الأندية هل ممكن يكون النصر السعودي الهلال السعودي بشكتاش التركي ما عرفش بصراحة أو أي من الأندية العربية الأخرى في قطر أو في الإمارات لا ما عنديش أي معلومة ولكن ليس أمامنا إلا الانتظار وكل السبل بتروح ناحية مباراة ودية مع منتخبات الكابت المزار محروس أعلن برضو قبل قليل إن هو مش عايز أي مباراة مع أندية عايز مباراة ودية مع منتخبات لأن أكيد أنتوا عارفين إن استعداد المنتخبات بيكون مختلف تماما عن استعدادات الأندية مع احترامنا طبعا لأكبر الأندية ولكن المنتخبات بيكون الاستعداد فيها مختلف ليس أمامنا إلى الانتظار ولكني أعتقد وأرى من وجهة نظري الشخصية أن كل الأمور رايحة ناحية منتخب الأردن إن إحنا نلعب مباراة مع المنتخب الأردني أو المنتخب اللبناني كحل آخر بديل أنا مش شايف إن فيه بديل آخر ما بين المنتخبات الأسيوية تحديدا وإن كل المنتخبات خلاص عملت برامجها وخلاص حجزت لنفسها يعني مواعيد مباراة ودية مع منتخبات أخرى وبالتالي ليس أمامنا إلا منتخب الأردن ومنتخب لبنان طبعا أنا أتكلم عن منتخب الأردن لأن الكابت المزار محروس لديه خبرة كبيرة بكرة القدم الأردنية ومقيم في الأردن ويستطيع أن يوفر مباراة ودية أمام المنتخب الأردني على أي حال كل التوفيق للمنتخب السوري الأول للرجال وأتمنى إن شاء الله في الآيام المقبلة أن نحن نعرف بالضبط المباراة هتكون مع أي منتخب تعالوا سريعا نرد على أسئلتكم الهمة جدا وسؤال آخر أو سؤال أول من أمين العلان بيقول الحارس المحترف هدايا صحيح انضم للمنتخب لا إلى الآن لم ينضم بشكل رسمي هو أرسل موافقة مكتوبة للاتحاد السوري لكرة القدم وقال أنه يريد تمثيل المنتخب السوري وموافق على تمثيل المنتخب السوري ولكن للآن لا مفيش أي تواصل مع الحارس بشكل رسمي من الكابت النظار محروس والأمر بعد قدوم يزن عرابي وعبد اللطيف نعسان اسمه الأمر أصبح صعب لأن يزن وعبد اللطيف نعسان حراس متمكنين وبالتالي يعني اليسحة ده طبعا متميز عنهم في الطول هو طوله متر ستة وتسعين سنتي وبالتالي طبعا الأمر أولا وأخيرا للكابتن نظار محروس والكابتن ماهر برقدار ولكن إلى الآن لا مفيش أي استدعاء لإلياس هدايا تعليق آخر من محمد سادات مارديك خارج حسابات المحروس لا لياقة ولا ذهنية وعمر كبير لا كابتن مارديك مارديكيان خارج حسابات الكابتن نظار محروس لأنه مصاب تعرض لإصابة في مباراة المالديف اللي سجل فيها الهدف وعملش كده وانتو زعلته جدا جدا ما عرفش ليه يعني هو اللعب أكيد ما يقصدش أنه يوجه أي إهانة للجماهير اللي هو بيلعب عشانها يعني لكن على أي حال مارديك مارديكيان بيعاني من الإصابة وأمامه من الآن حوالي شهر ونص كي يعود للملاعب وشهر ونص ده معناه أنه يستحيل يكون مع المنتخب السوري في المعسكر المقبل تعليق آخر من باهي الوصائف ياريت تكتب لي في التعليقات يعني إيه الوصائف هل دي قبيلة أو عشيرة في سوريا ولا مش عارف يعني أنا عندي فضول أن أنا أعرف بصراحة لكن هو بيقول أستاذ أحمد ممكن توضح لنا وضع اللعب بركات قاله أنه مصاب وأنه أراه أو أنا أراه أنه لعب محترف عبد الرحمن بركات طبعا لعب متميز وكبير جدا جدا ولكن هو مصاب فعلا مصاب برباط صديبي طبعا أكيد وهو بيعالج الآن في دولة قطر طبعا عبد الرحمن بركات من اللعب المهمين جدا تحديدا في مركز الهجوم مركز الهجوم اللي إحنا عندنا فيه نقص واضح عندنا عمر السومة رأس حربة واضح وصريحة وبس طبعا عندنا علاء الدين الدالي ولكن يعني علاء الدين الدالي خاض مباريات كتيرة ودية ورسمية ولم يبلي بلاء حسنا طبعا كابتن علاء الدين الدالي أنا بوجهها لكل التحية والتقدير يعني لا وقلل من المستوى لكن أنا بقول عمر السومة وعلاق الدين الدالي بس ما ينفعش وبالتالي أنا أعتقد أني إحنا في الأيام المقبلة هنشوف لعبين مختلفين في مركز الهجوم ممكن نسترعي محمود البحر ممكن نسخورية ممكن محدش عالف تعليق آخر من أسامة الشهود أخي أحمد قلت أنه لازم يلعب مبارايتين جبل التصفيات وهلأ ما فيه غير مباراة واحدة أرجو أتوضيح نعم هي مباراة واحدة بكل أسف والسيد حاتم الغايب أعلنها قبل نصف ساعة وقال أن هي مباراة واحدة فقط وإلى الألم يتم تحديد مع أي منتخب ولكني أعتقد أنها تكون مع الأردن بإذن الله تعليق آخر من علاء بيقول معلومات مو صحيحة مع احترامي إلك المباراة كانت ما بين إنجلترا وإيطاليا والجمهير الإنجليزية قامت بضرب وبالاعتداء على جمهير الأزوري أنا مش عارف اللي جاب الأزوري يعني أنا أعرف أن الأزوري دي أنت تقصد بها دير الزور نادي الفتوأ أعتقد ولكن على أية حال لاحظ أن أنا جبل ما أتكلم عن مباراة إنجلترا وإيطاليا أو مباراة الكوبا أمريكا أو مباراة اليورو أنا جلت أن أنا مش متابع كرة القدم العالمية فأنا كنت واضح معاكم يعني فيعني إن شاء الله أوعدكم بأن أنا أكون أكثر متابعة ولكن عشان أكون سابق معاكم أنا لما بتابع البطولات العالمية زي اليورو وزي كوبا أمريكا ودوري أبطال أوروبا ودوري وكاس العالم للأندية مثلا برجع بشوف المنتخبات العربية بدون ذكر اسم منتخب معين يعني بكون محبط جدا يعني يعني الفارق في المستوى بيخليني مش عايزة تابع تاني كرة عربية فعشان كده أنا ما بتابعش المباريات الكبيرة دي ويمكن يكون ده سبب غريب يعني اكتبوا لي تحت في التعليقات هل بتحسوا نفس الشعور ولا أنا بس اللي بحس الشعور دي يعني وتعليق أخير وأنا حزفت كلمة من هذا التعليق ويقول نظار محروس هو من سوزان علي نظار محروس أقسم بالله أكبر كذا في العالم أياز ومحمد عثمان ما رح يلعبه ولا سيمون ولا حدا من القامش ليختلف معك أو اختلف معك تماما يا سوزان الكابت النظار محروس أعتقد أنه هيكون ما بين خياراته أياز عثمان أكيد وسيمون أمين أكيد لكن محمد عثمان صعب لأن محمد عثمان بعيدا أنه هو من القامشلي ولكن محمد عثمان من اللاعبين المتميزين ولكن هو الآن بدون نادي بدون نادي دي معناها أنه هو ما بيلعبش كورة أصلا تخيلوا يعني اللاعب لما بيبتعد على التدريب فترة شهر تدريب فإحنا بنعتبره ما بيلعبش كورة أصلا يعني محتاج يتعلم ويتأهل من جديد محمد عثمان هو اللي عمل في نفسه كده كنت أتمنى أن أنا أشوف وراجع تاني الهيراكيليز هناك أنباء بتتكلم على أن محمد عثمان ممكن يروح إلى أهل السعودي أتمنى أتمنى أن الأمر ده يحصل ولكن إلى الآن ما فيش أي كلام رسمي عن الأمر ده ولكن ابتعد تماما عن فكرة القامشلي أني مش هيلعب من أحد لأن الكلام ده غير صحيح ستجد لاعب واثنين وثلاثة من القامشلي بإذن الله مش لشيء ولكن لأن الأمر ملهوش علاقة بإنت ساكن منين بقدر ما ليه علاقة بمستواك مستواك أنت إيه كلاعب وتقدر تدي إيه للمنتخب منتخب بلده منتخب السوري في نهاية الحلقة بشكركم جدا على حسن المتابعة وإلى اللقاء في حلقة جديدة على قناتكم بحبك يا بلادي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته